اشتركوا في القناة مضاعفات من ناحية الجسدية زي ما ذكر التقرير اللي هو مثلا يترف خلايا للجهاز العصبي او يسبب الخمول او يسبب النعاس او يسبب الاراق او الكتاب او تورم الساقين او كمان حتى من الجانب النفسي اللي هي زي ان الواحد يعتمد عليها بشكل نفسي طبعا احنا الان منظمة الصحة العالمية انا اتفق مع الاستاذ الدكتور عادل ما عد صارت تسمى مخدرات صارت تسمى درقز أبيوز سوء استخدام العقاقية بمعنى اخر اي عقار سواء كان من المخدرات او من غيرها استخدمناه بطريقة خاطئة فهذا يعتبر طبعا من المخدرات اللي صاير ان تأثير طبعا وسائل الاعلام السلبية وجماعة الاقران وضعف الوازع الديني يخلي بعض الناس يحاولوا يلجأوا مثل هذا العقار يعني علشان مثلا بس انهم يستمتعوا بلاحظات حلوة وانهم يرتاحوا وانهم يعني يتخلصوا من التوتر طبعا هذا كل الكلام غير صحيح هي ولا تجيب سعادة ولا تجيب ريلاكس على قولهم ولا اي شيء لا بل بالعكس ان الواحد ممكن يقع ضحية لها ودي اضيف على اللي ذكره لست دكتور عادل في بعض الاشخاص شخصيتهم مغامرة يعني عندهم نزع للتجريب ويمكن الدكتور عادل يعرف ودي ايقول لك انا مستعد اجرب هذا الشيء وانا ودي اجرب ودي يعني يسوي بعض السلوكيات الخاطئة فيجربوا هذا العقار ويقعوا فيه وكمان فيه ظاهرة نفسية عند بعض المراهقين اسمها انا غير يقول لك انا ممكن اتعاطى هذا العقار بس ما ادمن عليه انا اقدر اسرع بس ما اصتم انا اقدر افحط بس ما اصتم انا اقدر اتعاطى هذه الاشياء بس ما يصير لي فيها شيء فهذه الظواهر النفسية طبعا هي اللي تخلي بعض الافراد اللي جؤون لمثل هذه العقار العقارات هذه في حدود يعني علمي هي كانت طبعا في السوق يعني متاحة وللأسف طبعا لابد ان هذه العقار انه ما يتاح لا في السوق ولا في السوق السوداء ولا في اي شيء انه ما توصرف الا وفق بسكريبشن وصفة طبية ومو من اي طبيب يعني من الطبيب اللي متخصص بالعصاب وفقا لصورة وفقا لتشريح عصبي تشريح عضلي بناءا عليه يتم صرف مثل هذه العلاجات اما ان الواحد يروح مثلا يشتريها ولا يدبرها من البلاك ماركت او سوق السوداء بسبب يعني افكار خاطئة عند بعض المراهقين والمراهقات وبعض الشباب والبنات تقولوا الله هذه تاخذها تشجعك على الدراسة او تخفض القلق اللي صاحب الامتحانات طبعا هذا كله كناب غير صحيح لا هي ما تخفض القلق ولا شيء بل بالعكس هو ببساطة هو علاج عصبي يستخدمونه طبعا اطبة العصاب والعطبة بأساس يعني تسكين الاعصاب المتضررة يعني مثلا زي مرضى السكري وغيرهم فيستخدمون هذا العلاجات ولا الطب يستخدمونه من أجل جانب الفيسولوجي الجهاز العصبي زي ما انت عارف الجهاز العصبي والدكتور يعرف يعني الوتوماتيك نيرفز السيستم والعصاب خطرة مرة يعني إذا فقدت لا تعوض فإذا صار فيه اطراب عند الشخص بسبب تعاطي مثل هذا العلاج أو غيره حد سبب عنده مشكلة ترى المروجين الآن يعني ممثل زي الصورة النمطية السابقة أنه يجيك شكله أشعاث وشنبه ومدري كيف شكله لا لا يجيك الآن وشاب واسيم ومتأكتك وكذا وجنتل ولا ويقدمها للشاب وشاب على هيئة هدية خذها يجربها ببلاش جلب على أيوة ولا وغير كذا يعطونها أسماء حلوة وبرنامج هذا جيد لأن احنا دورنا نقول للناس الآن وللشباب وللبنات انتبهوا ترى مو أي عقار تستخدمونه من الصيدلية ولا من أحد يكتب لكم إياه يعني زي مثلا ليركا ترامدول أي عقار نفسي أو فيسيولوجي أو غيرها يتم استخدامه بشكل غير جيد وغير مناسب يدخل تحت طائرة المخدرات يعني الآن في شباب يعتقدون وشابات وصغار أن المخدرات هي الهروين والكوكين والمورفين اللي هي المعروفة اللي بالأفنان بالسنم هذا خطأ احنا درقز أبيوز أي عقار يتم استخدامه بشكل غير جيد ترى هذا مخدرات سواء ليركا وغيرها كمان وردنا نقول للشباب والشابات الآن أن أي أحد تظهر عليه أعراض إدمان ترى ما رح نحطك في السجن إذا طلبت العلاج ترى بعضهم يا دكتور وانت عارف بعضهم يعاني من إدمان يعاني من مشكلات من إدمان نفسي إدمان في السولوجي بس ما يبقى يروح يطلب الاستشارة أو العلاج أو المساعدة يفكر أنه إذا رح يطلبها علشان يتعالج أنا حيستنوه لا بالعكس أنت تعالج نفسك من الآن قبل ما تطيح الفاس في الرأس قبل ما تصير مروج وقبل ما تصير بياعة أو حق مخدرات أو تستخدم المخدرات وتوقع الأذب الآخرين وبعدها توقع الأذب نفسك قبل ما حتى الجهاز العصبي حتى يعني عنده يعطب الخلال العصبية زي ما ذكر لأستاذ الدكتور عادل في بداية الحلقة أن الخلال العصبية إذا فقدت لا تحوض في المخ والجهاز العصب اللي هو الأوتماتيك نيرب السيستم فهذه تبطع الخلال العصبية أنا أحب أقول أي علاج يستخدمونه الشباب والشابات بطريقة خاطئة وبدون وصفة طبية ترى هذا ممكن يدخل طحت ضمن المخدرات هذا عرفوها واحد الثنين تعاني من إدمان نفسي أو فيسيولوجي على أي أقار على أي مخدرات على أي نوع من أنواع الدراجز أبيوز المخدرات هذه أطلب المساعدة والاستشارة قبل ما تفقد صحتك وجسمك وترى ما رح نحط الأصلاف في بيديك إذا طلبت الاستشارة حتى يتوجه طبعا نحن نقدر حتى نشكل علاقات لأبناءنا وبناتك يعني مثلا لو أنا أعرف أن زميلي أبناء أو بناتك مثلا محترمين ممكن لما أنا أروح أو أزوره أخذ معي أبنائي وبناتي علشان مثلا يصير في علاقة ويشكل صدقات المراهق والمراهقين غير كذا الرقابة مو أن نحن نراقبهم يعني أول بول أنا أتفق مع الدكتور عادل نحن نصاحبهم لأبنائنا وبناتنا حتى نحن ممكن مثلا أنا إذا أبغى أراقب إيش قاعد يسوي في مواقع التواصل الاجتماعي ما أجي أسحب من الأيباد أقول له ممكن أجي أجلس جنبه أقول له إيش اللعبة اللي قاعد تلعب فيها إيش الموقع اللي قاعد تسوي فيه ممكن توريني ممكن ألعب معاك ومن هالطريقة أبث للرسائل الإيجابية بحيث أنه يصير عنده مناعة لما ينزل على الشارع ويروح للوسط وتواجهها زي المخدرات زي واحد جاء أعطاه كابسولة واحد جاء مدحلة مدري إيش يصير عنده مناعة لما يواجهها يعني بالعامية كذا يفرمل يوقف يقول هذا خطر يكفي من الأباء والأمهات في دكتور ويمكن المشاهدين يسمعوننا يجيبوا أولاد ويتقول أنا أبغى أبني مثلا ما يكذب أبغى أبني ما يفحط أبغى أبني ما يتعاطى مخدرات ما يدخل طيب اقضي وقت معه أي أجلس معه فيه تربية أغرس فيه القيم ولذلك يسمعك ويسع علشان يعني إشيه التربيع يجبون هذه الأدوية كلها رستريكتد يعني ما تصرف إلا بوصف الطبيب وتحت رقابة لأنه فعلا البعض يستخدمها بشكل سلبي يعني بعض يقولك بالله أنا جربت هذه تسبب يعني ما تخلي القلق يروح ولا يصير الواحد يليك فيروح يستخدمها ومرة على مرة يقع شوف فيه ظاهرة نفسية جدا خطيرة عنده المراهقين والمراهقات اسمها ظاهرة الصديق الحميم ظاهرة الصديق الحميم تلقاه هو يتبادل الملابس يجلس مع بعض يأكل مع بعض يروح مع بعض يجوم مع بعض فمثلا ظاهرة الصديق الحميم وظاهرة الثلة وجماعة الرفاق إذا هذولا خربانين يتعاطوا مثل هذه الأشياء حينشروها إلى الأبن والبنت والأبن والبنت حيستغل يخاف يعني يكلم أمو يكلم أبو بسبب الحواجز أو يخاف يروح للعيادة يتعالج وبالتالي يقع ضحية وبالتالي زي ما صار الفيلم يحاول يروج عشان يدخل قيمة العلاج هذا وبعدين يحاول يعني السألة اللي أنا بيوجهها طبعا أنا أتفق مع سعالة الأستاذ الدكتور عادل عبد جبار في مقالة طبعا وزارة الصحة هي قاعدة تحط كثير من الأدوية الخطرة اللي زي كذا وللا تأثيرات جانبية تحطها تحت وصفة طبية بس أنا رسالتي إلى الجهات الأمنية والجهات الرقبية بأنهم يعاقبوا الصيدليات والسوق السوداء اللي يصرفوا مثل هذه العلاجات ومثل هذه الأدوية بدون وصفة طبية لأنه فعلا قاعدة ضيع شبابنا وبناتنا لا بد من تطبيق أقصى العقوبة عليهم للي يصرفون علاجات زي كذا وأيضا بنفس الوقت طبعا أنا يعني أشد على أي طالب أو طالبة مراهقة ومراهق شابة وشابة يتعاطى مثل هذه الأدوية بأن تراك أنت لحق نفسك من الآن لا تأكل أي علاجات بدون وصفة طبية هذا رقم واحد اثنين إذا شعرت بأي إدمان نفسي أو فيسيولوجي لأي عقار توجه على طول لطبيب علشان تتعالج من وتراك إذا توجهت الآن أنت شرأت صحتك ونفسك وجسمك ووقع الضحية لهذه المخدرات وشريت نفسك من السجن العقوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر